حتى الآن وبحسب تسريبات نقلت عن المبعوث الدولي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي فقد انتهت صورة مشاركات جونيف اثنين بحضور وفد يمثل الحكومة السورية وثلاثة وفود للمعارضة تمثل الاتلاف السوري وهيئة التنسيق ووفد كردي مستقل الاتلاف اشترط للمشاركة في المؤتمر الحصول على ضمانات عربية وإسلامية بأن تنتهي أعمال المؤتمر إلى تشكيل حكومة انتقالية لا يكون للأسد دور فيها فريق المعارضة الثاني المشارك في المؤتمر هو هيئة التنسيق الوطنية التي أعلنت أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح بعد فشر الحسم العسكري فيما لم تشكل الهيئة الكردية العليا وفدها حتى الآن وهي الممثلة أصلا في هيئة التنسيق من خلال أحد مكوناتها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فيما المكون الثاني للهيئة الكردية العليا وهو المجلس الوطني الكردي له تمثيل في الاتلاف الأمر الذي قد يثير حفيظة أطراف معارضة ترى تركيزا مبالغا فيه على المشاركة الكردية أضف إلى ذلك المخاوف من مطالبات كردية بشكل من أشكال الانفصال أو بمنطقة حكم ذاتي إلى جانب مخاوف من أن تفتح المشاركة الكردية المستقلة الباب أمام مطالب مكونات أخرى للتمثيل بشكل مستقل كالتركمان والشركس والمسيحيين مما قد يكون مقدمة للمحاصصة الطائفية وصولا ربما إلى التقسيم أما كبرى أزمات المعارضة وخلافاتها فجاءت من المجلس الوطني الذي أعلن رفضه التام لجونيف إثنين وهدد بالانسحاب من الاتلاف إذا ما شارك الأخير في المؤتمر على اعتبار أن عقده في ظل الظروف الراهنة لن يؤدي إلا إلى تسوية سياسية محدودة أما الجيش الحر ورغم عدم تمثيله في مؤتمر جونيف إثنين وهو صاحب الثقل المعارض الحقيقي في الميدان فقد قرر إعطاء الفرصة كاملة للمؤتمر أملا في التوصل إلى حل سياسي بحسب ما أعلن رئيس أركان الجيش سليم إدريس قرار قد يوسع خلاف الحر مع المجلس وهو الذي يقاتل أصلا على جبهات عدة أولها مع الجيش الحكومي وليس آخرها داعش لتنتقل انقسامات المعارضة من المستوى السياسي إلى المستوى الميداني الذي يشهد تصعيدا كبيرا من خلال المعارك الطاحنة في الشمال والشرق السوريين بين الحر وجبهة النصرة وبين الحر وداعش خاصة بعد تهديد الجيش الحر بتسليم حي بستان الباشا الحلبي للجيش الحكومي إذا استمرت داعش في ضربه ما قد يفتح أفاقا جديدة للصراع داخل ما بات يطلق عليها المناطق السورية المحررة